وصفتي النهاردة سهل أو شكلها جميل وتنفع جدا للعزمات وهتشرفك قدام جيوفك والصورة هي اللي بتتكلم شايفين الجمال بس أبناء يبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين السلام عليكم محترمين ليوتيوب لايك وشير وسبسكرايب لوصفة مميزة تمنى تحطوا لايك للفيديو ولو ماشاركش الشرك في القناة ويدفع على زر الجرس ولكن كل من اعزل الفيديو يوصلك اشعر بي وأتمنى ان تشار الفيديو ده من أصدقائكم علشان تعمل فائدة للجميع شايفين الجمال الصورة هي اللي بتتكلم حاجة بسيطة وسهلة وهتعمليها وشكلها في منتهى الجمال فعلا حاجة من الآخر شايفين ورد بلدي على أصله يعني ده ورد بلدي والصورة هي اللي بتتكلم ويا الله بينا نبدأ الفيديو السهل البسيط معنا حبة من البنجر اخوانا تعريبا ان اخوانا العرب بيقولوا عليها الشمندر تقريبا يعني دي بقى احنا بنقول عليها البنجر يعني هناخد حبة كده متوسطة ونقشرها ونبدأ نبشرها معانا طبعا يا جماعة انتم عارفيني البنجر ده فائده رهيب 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 هناخد الفوائد وهناخد اللون جمان هنبدأ نقشرها ونبشرها نعم الموضوع ده الحد كده سهل 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 زي ما انت شايفة كده بقى اشارها كويس طبعا لازم اخسلها علشان بقى اجام الارض كده بتبقى مش نضيفة لازم نخسلها قوي حلو قوي وانشيفها قبل ما اشارها علشان طبعا لازم اشارها مبقاش ايدي تنعص من الطين اللي فيها وكده فاتوسغ الدين فبعد كده بشرطون بشر نعم اهو زي ما انت شايفة كده ومعانا كوباها من المياه كوباها نخلطها على البشر ده علشان ناخد اللون التركيزي اللون بتاع البنجر هنبدأ نقلب كويس وبعد كده هنصفيه علشان ناخد ايه اللون البنجر وهنحصره كويس اهم حاجة الصفيه بمصف يكون دايق علشان انا مش عايزة اللحم بتاع البنجر انا عايزة المياه بتاعته بس وبعد كده صفيته ايه ما انت شايفة كده وبعدين نصه كل معلقة من الملح هنحط نصه معلقة من الملح وبعد كده الخطوة دي اختيارية لو حابة تعمليها عاملها مش حابة تعمليها ما تعملهاش حطيت حوالي عشر نقط من لون الاحمر الغذائي علشان ادعم اللون بتاعي لو مش حابة تعملي خطوة دي ما تعملهاش ما فيش مشكل ومعانا بيضة وهنبدأ نضرب الكلام ده كله مع بعضه لحد كده الموضوع السهل وهتقومي تعملي حاجة كده مشرفة وهتشرفك ضمضيوفك بصراحة وممكن تنفعت العزمات كده حاجة كده شكلها شيكا على الصفرة وهتبقى ايه يعني حاجة كده فعلا هتبقى انت اول ما انا عملتي الحاجة دي وبعد كده معانا ربعمية وخمسين من الدي اللي معندوش ميزان يا جماعة حوالي تلك كوبات وربع من الدي وحطنا الكوباية اللي احنا حطناها على البنجر وخدنا منه خدنا منه اللون بتاعه وبعد كده هتاخد مني حوالي ربع كوباية من الماية تاني غير الكوباية اللي انا حطتها في الاول فانت بالراحة كده وشوف الحد ما توصلي قوم اللي انت شايفه ده شايفين اللون بصراحة تحفى بس طبعا ما بيستوي اللونه بيغمق عن كده كمان بصي بقى اي حشوة عندك هنحشيها معانا فراخ مستوية كانت عندي اي حاجة كده بقى اي حاجة كده بقى التلاجة فرمتها في الكبه كويس يعني انا بعد ما فصصتها كده فرمتها في الكبه ومعانا بصلي صغيرة ومعانا فصنتهم وبقى شوية فلفل اصمر شوية التواب اللي انت حابها كمون التواب الفراخ هتبدأ يتقلمهم على معلقة زيت وهنبدأ نقلب الكلام ده كله عندك لحمة مفروم هتعملي ربع كيلو عندك اي بواقي فراخ اي حاجة ممكن تعمليها برضو بالجبنة يعني اي حاجة هتعمليها بس بصراحة يعني ممكن بسيطة وممكن باي حب واقي عندك تعمليها يعني مش ممكن ليفة خالص وبعد ما قلبت الكلام ده كله هركنه على جنب ونروح للعجنة بتاعتنا دي الحشوة بتاعتنا العجنة بعد مرتاحة حوالي 10 دقاي انا برايحها طبعا اي مغاش غميرة بس برايحها لشان تفرد معا بسهولة بعد كده راشة دي وهنبدأ نفرد العجنة ما يعني ماهم كيش دي ده كله بيروح في السوا يعني اي ما ببانش خالص احنا بنفرد لحد ما ديت الشرم بقى شفية ديه تماما شايفين ببدأ اقهر اي جدا ما تخافش من رؤق خالص مش تتقطع لان هي فيها بيض العجنة اللي فيها بيض بتبقى اي اسيا شوية فما بيجرلاش اي حاجة فردتها خالص هو بس هم حاجة رأييها ما اتخنهاش ببدأ اجيب كوباية وابدأ اقطعها زي ما انت شايفك كده عندك قطع اللي بتقطع ماشي اي كوباية حجم اللي انت حابة اعملي بقى كوباية اللي انت شايفينها دي حجمها كبيرة هي ها 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 لو عطيه لقك اتصلي المقطع دي تعطيه لايك ولو ما شاركتش يشاركي فقاله حاجة يعني ايه ايها تماما تشتغلي وانت مستمتع بالشغل بتاعك لان فعلا مشكلة حيله ثم نقوم بعمل عجينة بالأمها و أرجعها و أقطعها بنفس الطريقة نقوم بعمل عجينة 5 دقيقة و أفردها و أقوم بعمل نفس ما أقوم بعمل هل ترى الحجم الرؤية؟ أنا مرآة و لا تخاف بأن لا تقطع و لا تقوم بعمل أي شيء نبدأ من نقوم بعمل الورد من الشجر نبدأ بعمل طرف صغير على الطرف الثاني ولكن لا تضع نصف دورية على نصفها و معنا الحشوة نضعها في النصف أخبرت لك أي حشوة لحمة مفرومة باوائي عند الكبهة تقوم بعمل نعاميهم كويس لا تضع كطع نعاميهم الأول في الكبهة و ممكن تقوم بعمل هذه الوصفة نقفل كما ترى ولكن أهم حشوة كويسة لكي لا تخرج منه موضوع سهل و بسيط يعني لو حد لا يعرف أن يخش المطبق سأقوم بعمل المنتهى السجل سيجد متعة كده هو يعمل فيه شايفة بلافاكت عملنا بقة وردة بلدي ولا ما أقناش شايفون بفتح حشوة كدة أهو أحسب ملووو الشجر ما حد يقول لي أن أعنيه مهيه مهيش وردة بلدي نعمل معاكو كمان وحدة علشان الفكرة تسبت طرف وفق الطرف شايفة طرف صغير مش كتدي حشوة لعشان متخانش العجيل بعد كده الحشوة فى النصف و هو كام و كفيها علاية كده كده اي حشوة اي حشوة اي حشوة تقوم بعملها لكن اهم شيء لا تجعل الحشوة تخرج بره لكي يكون المظهر يكون شكله حل في الوقت ده هتحط مياه بتغلي على النار حد يقول لي هزويه ازاي هنحط مياه بتغلي على النار وحط فيقها مصفى طبعا انا عندي شربة وعندي فرخية كده بتغلي على النار هسيب الشربة دي لا امحط المصفى فوق الحلة بتاع الشربة سواء فراغ بط اي حاجة علشان طبعا الشربة اللي بتبقى طالع البخاردة بيبقى فيه دسم شايفين الصغارة دي كانت حتة اخر حتة فعملتها زيارة زي ما انت شايفين كده فانا احبت استثمر موضوع انا عندي فراغ بسويه على النار طيب البخاردة بيبقى كل دسم كده والشربة بقى بتبقى حاجة حلو وابدل ما حطه مية حطت المصفى فوق الشربة فوق حلة الفراخ او زي ما انت شايف كده اهو وعلشان استفاد بايه البهاريس بقى بتاع الشربة ما عندكش فراخ بتستيوى لا اي حاجة ومية بتغلي واتجيبي مصفى وتحطيها الخطوة جهنجيب ثلاث معالق زيت ونغطس الوردية فيها كده قبل ما نحطها في المصفى علشان ما تلزقش في المصفى في ملحوظة حابة قولك عليها خلي بالك منها في الوقت ده اوعي المصفى تكون لمسة المية اللي بتغلي علشان طبعا الوردة بتاعتك ما تتعجنش يعني الوقت شايفاء المية المصفى مش لمسة المية او الشربة خلي بالك من النقطة دي واسيبها اربعين ديئة بالزبط وهتستوي وبعد ما استاوتوا مرة لا لا اربعين ديئة شايفين الجمال بتاعها استاوت بقى ازاي الفل ازاي السوريين بقى تمية سوري ويعني كريمي زي ما انت شايفها كده طبعا لازم يتعمل بجنبها حاجة كده ايه تبلع فانتي ايه هتغمسي كده وتاكلي ما ينفعش تتاكل ناشفة كده لازم بقى ممكن كاتشاب ممكن تومية زي ما اقولتلك ممكن ميونيز اي حاجة عندك تبلعي بها بعد فانا مستنية من الكومنت لما اتجربيها وتقولي رأيك فيها ايه ان شاء الله هتعجبك من اول مرة وتنجح معاك من اول مرة واسلكوا رعاية لو امانه تظروني ان شاء الله في تجديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة